اشتركوا في القناة كذلك رمضان له سنة قبلية صيام في شعبان وله سنة بعدية ستة شوال شعبان كالمقدمة لرمضان يعين على الصيام وتتأهب فيه النفوس لطاعة الرحمن وكان السلف يشتهدون في شعبان ويتهيؤون لرمضان وكان يعني إذا كان رمضان شهر القرآن شعبان شهر القراء وكانوا يقولون رجب للزرع وشعبان للسقي ورمضان للحصاد مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك البوار الهلاك فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام مشاهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري المسلم إذن كان يصوم أكثر شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا ما استكمل شهر قط غير رمضان طيب لو واحد قالوا محرم نقول استحباب محرم كان في آخر عمري عليه الصلاة والسلام فلم يصل إلى هذا ولذلك قال لو يعني عشت إلى قابل لأصمنة تاسع يعني محرم تاسع وعشر وعشر ولكن ما عاش عليه الصلاة والسلام أفضل التطوع ما كان قريبا من الفريضة يعني من رمضان قبله وبعده والشعبان كان الصحابة يجتهدون فيه قرآنا وصياما ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان أسامة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شاري شعبان يحرص على ذلك وسأله عن الحكمة فقال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان كيف يعني يغفل الناس عنه بين الرجب؟ رمضان رجب شهر حرام من أشهر الحرم له كان منزل كبيرة حتى عند العرب في الجائلية رجب شهر عظيم من أشهر الحرم ورمضان شهر عظيم هذا شهر الصيام والقرآن بينهما شعبان فبعض الناس يغفلون كانوا عن شعبان لأنه بين شهرين عظيمين ولكنه شهر عظيم أيضا ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هذا الحديث هذا الحديث تضمن معنيين مهمين تميزا بهما شهر شعبان أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ويظنون أنه رجب أفضل من شعبان فلا يهتمون بشعبان ورمضان أفضل من شعبان فلا يهتمون بشعبان يغفل الناس عنه يقول عليه الصلاة والسلام معناه أنه فيه فضل معناه أنه فيه فضل والناس يغفلون عنه فينبغي الانتباه له والله عز وجل إذا فضل زمانا أو مكانا فإننا ينبغي أن نهتم بما فضله الله هذا من الفطنة أن ما فضله الله ننتبه له نهتم به فيكون في أجر أكثر وتحية للذين أجلوا سفراتهم في هذا الشهر قالوا والله رمضان الآن جاي وهذا شعبان ولا نريد أن نسافر الآن إلى البلاد من هنا ومن هنا فأخرس سوف نلزم أهلنا وبيوتنا ونعدهم ونستعد معهم لرمضان هذه بالحقيقة منقبة لهؤلاء ومن عمر أوقات غفلة الناس بالطاعات فإن ذلك دليل على حياة قلبه فلا ينبغي الغفل عنه وإذا شح الناس بأموالهم فكن أنت المتصدق وإذا غفلوا عن القراءة فكن أنت القارئ وإذا ناموا فكن أنت القائم وإذا انشغلوا عن الصلاة فكن أنت المصلي وإذا انتهكوا الحرومات فكن أنت الحافظ لحدود الله المعنى الثاني في شعبان أن الأعمال ترفع فيه تعرض على رب العالمين وهذا أمر عظيم جليل عرض الأعمال على الله أعمالنا تعرض على الله تقارير تكتب من الملائكة سجلات ترفع إلى رب العالمين والرفع منه يومي وأسبوعي وسنوي رفع وعرض شعبان سنوي ولما تعرض الأعمال على الله والعبد صائم يعني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم معناها أنه أدعى للقبول يعني لما ترفع الأعمال والعبد صائم إيش العلاقة؟ إيش الفائدة؟ أنه هو أدعى للقبول أن الله يقبل وأنواع رفع الأعمال أيها الإخوة والأخوات أنواع رفع الأعمال كما قلنا في رفع يومي مرتين في اليوم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل الملائكة صاعدة بأعمال العباد بالنهار وبالليل وهذا حديث صحيح والعرض الأسبوعي العرض الأسبوعي تعرض الأعمال على الله كل أسبوع مرتين الاثنين والخميس تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال أترك هذين حتى يفيئا يعني يرجع ويصطلح والحديث رواه مسلم كان إبراهيم النخعي يبكي إلى امرأته وتبكي إليه يعني ليش يقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل شوف اللي يفكر في العرض نفسيته وعمله غير الآن يقول الموظف لمديره جود التقرير حط إنجازاتي هذا التقرير سيرفع للإدارة العليا فيه علاوات وترقيات الناس تهتم بتقارير الدنيا وين الاهتمام بتقارير الآخرة طيب العرض اليومي في الليل وفي النهار ترفع الأعمال العرض الأسبوعي في الاثنين والخميس مرتين أيضا العرض السنوي في شعبان ترفع أعمال العباد جملة في العام كله جملة في شعبان العرض النهائي أو الرفع الأخير إذا انقضى الأجل رفع عمر رفعت طوية صحيفة العبد ورفعت إلى الله ولكل عرض حكمة لكن إنسان لما يعرف الأعمال تعرض على الله هذا شرف لنا أن أعماله تعرض على الله لكن مسؤولية أيضا لأنه ماذا يوجد في هذه التقارير ماذا يوجد في هذه السجلات لما تعرض على الله ماذا فيها ماذا فيها هذا شعبان قد أقبل فبادلوا بالطاعات وأعدوا فيه العدة استعدادا لرمضان لتدخلوا فيه بقوة ونشاط وطبعا شعبان فرصة لقضاء ما تراكم أو ما فات أو ما أخرى لعذر من رمضان الماضي يعني حامل مرضع مريض مثلا فيجب على من كان علي أيام الرمضان الماضي أن يبادر وخلاص الآن دخلنا فيه شعبان وقالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اشتغالها به فلا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان الجديد وما صام من رمضان الماضي بدون عذر فقد أساءوا عليه التوبة وعليه القضاء بعد ذلك وعليه كفار عن التأخير إطعام مسكين ومذهب إلى إما مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام واستدلوا بمورد عن بعض الصحابة كأبي هريرو بن عباس في ذلك وذهب أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يجب إلا القضاء وأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر ولا شك أن المبادرة الآن هي المطلوبة بالنسبة للذين بالنسبة للذين عليهم قضاء وكل رجل يقوم على أهله يذكرهم إيش عليك قضاء يا أيتها البنت يا أيتها الزوجة فإذا كان في دين لله فليبادر بذلك فليبادر بذلك شكرا لكم fifقون